السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير على خير وفصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد دوازاتي سهل وسريع كتقدروا تحضروها الوليداتكم المدرسة في القوتيك يجي من اروع ما يكون فلا تتعرفوا معي طريقة تحضير ديالو المكونات معديكم الا تتابعوا معي الفيديو الى الاخير الى اعجبكم هاد الفيديو ما تتسونيش مني لايك ديالكم تعليقاتكم ليك تجعني وإلا كنتو كتزوروا القناة لأول مرة فبنسبة الوصفة ديالنا نأخذ واحد زلفة كبيرة ونأخذ ثلاثة ديال البيضات بسم الله على بركة الله فانا هنا اخذت ثلاثة ديال البيضات ونأخذ بيض البيضات الرابعة ونحتفظ بالصفر نقطعها مزيان من البيض ونحتفظ بالصفر فقط نضيف كأس الى ربع من زيت نباتية او كأس غير مملوء كأس غير مملوء من السنيدة سكر البني ممكن تعوده بالسنيدة البيضة جوج أكياس من الفاني او السكر المنسم بالفانيلا ونطرب نضيف قبصة من الملح ونضيف قطارات من خلط طعام ونطرب حتى ينساجموا جميع المكونات مع بعضهم من بعد نضيف دقيق فهنا نضيف تربعة ديال الكيسان ونضيف عشرة قرام من الخاميره الخاصة بالحلويات او كيس وانسف من الخاميره ونجمعوا العجين ديالنا نضيف زنجلان محمر ونكمل متابقة من دقيق حتى نجمع العجين نضيف العجينة كتكون نرتبة وكتلتسق باليدين هذا هو القوام ديال العجين كيلتسق نهنية ديالي بالزيت ونجمعها نضعها في سطح العمل ونحاول نشكل منها ثلاثة ديال القطع إن شاء الله يجمعهم في نفس القياس ونضعهم فلاطة لفرشت ليها ورق الخبز ودهنتها بالقليل من الزيت ونضيفها ونضيف العجين una هذه الزيت ونضيفها نستمر بالنسبة للقطعتين نقضي الجوانب نقضي الجوانب نقضي الجوانب نقضي الجوانب نقضي الحليب bu nein نضغط بالنسبة لك نقضي الجوانب نقضي الجوانب نغطي عليهم حتى يبردوا من بعد نقطعهم نغطي عليهم حتى يبردوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة